نهار ده أتكلم مارسي كورار لما تسأل سؤال عن الكورات السابتة وقال إننا نحاول نتضرب عليها بس نهار ده نهار ده كنا سيئين في الكورات السابتة نهار ده نهار ده جاد الكورات السابتة كتير ولم يستغل أي كورة فيها لدرجة إنه معظم الركنيات اللي لم يكن كل الركنيات كي بتوصل إلى العيب يسموح أو لحال يسمع المسموح الأهلي عنده مشكلة الموسم ده تحديداً في الدربات الركنية أما يكون عندك محمد عمانهم أحسن مدافع في مصر مش هنقول في أفريقيا ولكن في مصر بيلعب برسه السنة اللي فاتت مخلص لنا بطولة أفريقيا بدربة راس بدربة ركنية أما يكون فماتش يسموحها بتوصل بخمسطاشر ركنية ولا ركنية بين التلات خشبات فدي مشكلة دي مشكلة وشكل الكورة النفسه بتلاقي بتحس إن اللعيبة مش متضربة على حاجة مفيش فكرة بتنفس لا أنت بتفتح مساحة البعيدة ولا أنت بتحاول تخلق مساحة القريبة فالشكل اللي عمي ضربة ركنية ما كانش شكله أحسن حاجة يعني ديت مثلا خمسطاشر دربة ركنية هتلاقي كلهم كده كلهم بلا هدف سواء من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال كريم فؤاد مفيش هدف هي الكورة سهلة باللونة بيطلع هاني سليمان يمسكها الخمسطاشر دربة ركنية كلهم كده ولا دربة ركنية بين التلات خشبات فظل إنك عندك مدافع بيلعب بالرأسه بشكل هيل جداً ومحمد عبداني عمق بس ما انت ما انتفعش برضو اعتمد على محمد عمالين بس يعني انت عشان توصل الكورة مثلاً محمد عمالين يسجلها لازم فيه أكتر من لعب مميز بضربات الرأس عشان ياخد المدافعين وياخد المنافسين مين مميز في ضربات الرأس غير محمد عمالين في الأهل الضواتي حالية ما فيش رامر ربيعه محمد عمالين بش بس ما يكون فيها جميع فكرة بحاولة طبقها في الضربة الركنية عشان ما فيش ما عنديش حد بيلعب رأسه هتقبل الفكرة انما هو ضربات الركنية ما فيهاش فكرة اه ما هو دي النقطة سالبية برضو بصراحة في الآله اه ما فيهاش فكرة المهم ما عنداش الواحد او اتنين هما اللي بيميميزين في ضربات الرأس لا عندك مواجمين ولا عندك اجنيح ولا عندك لابيك تواصل لا عندك احد يعني مثلاً لقالي كان بيعود ده السنة الفاتل لو تفتكر بحمد فتحي كمان في نصف المعب كان بيجي في الكورات السابتة دي مع محمد عبد المنعم مع ياسر ابراهيم دلوقتي انت مفيش تقريباً محمد عبد المنعم هو وعمل السلاب رفع عليك لكن تقريباً محمد عبد المنعم بس حتى رامي يجي بدرجة او درجتين يقلم محمد عبد المنعم انا عندي مشكلة في الضربات الركنية مش فكرة مين اللي بيلعب براسه بقدر ما هي فكرة ان الضربة الركنية نفسها ما فيهاش فكرة احنا بنرفع ضربات ركنية عشان نرفعها اما يكون النهاردة قدامسهم 15 ضربة ركنية ما فيش ولا ضربة بين الثلاث خشبات دي مشكلة واحدة عظيم